السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أهلا بحضرتكم والقاء يتجدد وهدى للمتقين في حلقة اليوم إن شاء الله واصلوا الحوار مع حضراتكم حول سيرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام توقفنا في حلقتنا في الأسبوع الماضي عند إسلام النجاشي وعند الحجرة الأولى والثانية إلى الحبشة لأنه كان فيه هجرتين للحبشة هجرة أولى وهجرة تانية الهجرة الأولى عشان تفتكروا معايا لما ازداد الإيذاء من كفار قريش على من آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام فازدادت المعاناة وازدادت الضغوط على الضعفاء الذين دخلوا في دين الله حتى الأغنياء بدأوا يضيقوا عليهم بعدم البيع والشراء والتعامل معاهم فبدأ يكون فيه ضغط هائل جدا على المجموعة اللي أسلمت فهاجروا من مكة إلى الحبشة الهجرة الأولى دي تمت وبعد ما تمت أشيع أن قريش دخلت في الإسلام بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في الحرم وكان بيقرأ آية فسجد كان فيها سجود فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد المسلمون وسجد المشركون فأشيع في المجتمع كله إن المشركين دخلوا في الإسلام فعاد الناس أفواجا عاد بقى اللي كان مهاجر للحبش عادوا إلا مجموعة بسيطة جدا هي اللي فضلت فلما تأكد لديهم الخبر بأن قريش لم تدخل في الإسلام راجعوا تاني هي دي الهجرة التانية وبعدين حصل بقى اللي احنا شرحناه فيه اللقاء الماضي اللي موجود في مكة الإيذاء زاد عليه جدا طيب هيعمل إيه اللي موجود في مكة بقى بدأ يكون فيه تحالف ظالم بين كفار قريش مع بعضهم البعض إنه لازم نقوم بالتضييق على محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه حتى نضع حدا لانتشار هذا الدين الجديد فبدأ التضييق وبدأت المعاناة قريش تقاسمت فيما بينها على إنهم يعملوا حاجة صعبة جدا هي إيه قالوا لنبيع ولا نشتري مع المسلمين ولا نتجوز منهم ولا يتجوزوا مننا ولا نكلم أحدا منهم ولا نعامل أحدا منهم وجابوا صحيفة ورأة وكتبوا فيها الكلام ده وتعاهدوا وتقاسموا فيما بينهم بالله والعزة على أن يطبقوا ما في هذه الصحيفة وحطوا الصحيفة دي في جوف الكعبة المشرفة يا سبحان الله وبالتالي ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فذا دفعهم إنهم يدخلوا في شعب أبي طالب سيدنا الإمام البخاري في صحيحه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد خيف بني كنانة للموضع الذي تقاسمت فيه قريش على الكفر وتحالفت فيما بينها على التضييق على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه وقالوا إحنا نقاطع بني هاشم لنبيع ولا نشتري ولا ناخد ولا ندي ولا نتكلم ولا نتجوز ولا ولا أي حاج ده في قمة الإضعاف لهذه المجموعة اللي آمانت بالله وصدقت برسوله صلى الله عليه وسلم أجمع مشركوا قريش أمرهم وأتمروا بينهم على ألا يجالسوا ما يقعدوش مع أحد خلص من الموسمين شوفوا بقى التضييق وشوفوا الكرب العظيم اللي هيقع على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه على ألا يجالسوا بني هاشم ما يقعدوش معهم وبني المطلب ولا يخالطوهم ولا يبيعوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يدخلوهم لبيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا بني هاشم ويا بني عبد المطلب لا هنقعد معاكم ولا نكلمكم ولا نبيع ولا نشتري ولا نخلطكم ولا يكون فيه زواج ولا أي حاج خلص بنا وبجو كل الده مرهم بحاجة واحدة بس سلموا لنا محمدا صلى الله عليه وسلم وكتبوا الكلام ده في الصحيفة اللي أنا بقولك عليها وعلقوها في جوف الكعبة المشرفة والكلام ده كان إمتى كان مع هلال شهر المحرم في سنة سبع من البعثة المشرفة يبقى الكفار قريش اتفقوا ينفزوا الكلام ده في شهر المحرم سنة سبعة من البعثة علشان يضيقوا على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين المقاطعة دي أعدت دي هم كتبوا الورقة دي بقى الصحيفة يعني الورقة كتبوها في بداية شهر المحرم سنة سبعة من البعثة يعني كان النبي في التوقيت ده عنده سبعة واربعين سنة صلى الله عليه وسلم وأعدوا كم سنة أعدوا تلت سنين مش يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا اتنين ولا تلاتة لا تلت سنين أعدوا تلت سنين مش تلت أعوان لأن العام فيه رخاء والسنة فيها شدة أعدوا تلت سنين وكانوا من أصعب التلت سنين على الأمة الإسلامية وعلى النبي عليه الصلاة والسلام ولي معاه أعدوا تلت سنين والصحيفة دي موجودة في داخل الكعبة صمد المسلمون خلال هذه الفترة مع أنها شديدة جدا ومش المسلمين بس ده تاخد في السكة ناس من بني هاشم وبني المطلب واشتد عليهم البلاء والجهد والجوع ولم يكن يأتيهم من الأقوات إلا خفية ما كانش ييجي أكل وشرب للمجموعة المحاصرة في شعبي أبي طالب ما كانش يجي لهم الزاد والأكل وشرب إلا في سواد الليل خفية علشان كفار قريش لو عرفت هتبقى كرسى الجوع وصل بيهم لدرجة أن أنت من خارج الشعب تسمع أصوات الصبية وهم بيبكوا من الجوع وتنظر في وجه الرجل من المسلمين تجد السفرة والإجهاد والفقر الشديد باين عليهم في وجوههم وفي لباسهم وحتى في صحتهم لأنه ممنوع لا بيع ولا شرة ولا أكل ولا شرب ولا أحيط كلهم دا محاصرين علشان يضيقوا عليهم ويعملوا عملية حد من انتشار الإسلام وكان ممن يصل المسلمين يعني سبحان الله في ساعات الشدة والضيق لازم يكون فيه بصيص نور لازم يكون فيه أمل وده يعلمني أنا ويعلم حضرتكم ما نفقدش الأمل أبدا بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف قدامي سيئة ومهما كانت الأحوال المحيطة بي سودة أنا آسف في التعبير ومهما كان بعقل البشري وبمنظوري أنا المحدود أني مفيش عوامل تؤدي إلى النجاح أخلي يقيني في رب الناس وأتوكل على الله ولازم هيكون فيه نجاح لازم هيكون فيه ثقة هتخليني مؤمن بربنا وهتخليني أنتظر الفجر يطلع الليل علشان الفجر يأذن لازم تكون ساعات الليل اللي بتسبق الفجر مباشرة هي أسد أشد الساعات سواد أشد الساعات في اللون الأسود هي اللي قبل الفجر بعدها مباشرة الفجر بيأذن بعد أذن الفجر بشوية النهار بيطلع والفرق بيجي فده اللي كان بيحصل فكان فيه واحد كان بيروح بالأكل والشرب للمسلمين في شعب أبي طالب وهو متخفي والنبي فضل فكر له الجميل ده ما نسهوش آبادا وده يعلمني ويعلمكم اللي يسدي إلينا معروف ما ننسهوش ليه ننساه ليه نتركر للجميل ليه ننسى أني كان في يوم من الأيام وأنا ضعيف وأنا فقير وأنا محتاج إن حدي وسيني ولو بكلمة في الشدة اللي أنا فيها والضيق اللي أنا فيه ليه أنسى اللي عمل معايا المعروف ده ما ننسهوش أبدا فنيجي نشوف الراجل ده حكيم ابن حزام وهشام ابن عمر العامري وزهير ابن أبي أمية والمطعم ابن عادي وزمعة ابن الأسود وأبو البختري ابن هشام ابن الحارث وكانت تربطهم ببني هاشم والمطلب صلات صلات من ناحية الرحم يعني فلما كان رأس السنين الثلاث ثلاث سنين تلاوى ما رجاله من قريش يبقى المجموعة لنا ذكرتها دي كانت بتروح في سواد الليل تود الأكل للمستضعفين والمحاصرين في شعب أبي طالب والله فيه بعض الروايات بتقول كلام يندى له الجفين بتقول كلام صعب جدا عن الظروف الاقتصادية اللي كانت محيطة بالمسلمين في شعب أبي طالب لدرجة أنهم كانوا بيأكلوا ورق الشجر لدرجة أن جلدهم أعزكم الله تغير من اللون الأخضر بتاع ورق الشجر لأنه ما فيش أكل ثلاث سنين وحتى المجموعة اللي أنا ذكرتها دي ما كانتش بتدخل ما يكفي من الأكل والشر بيتدخل حاجات بسيطة لأنه ده مجموعة كبيرة جدا واتخذ مع المسلمين ناس من بني هاشم وبني عبد المطلب ما هم مش مسلمين أصلا بس اتخذوا في الرجلين لهم لما قالوا لا مش هنسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قالوا مش هنسلمه المسلم قال مش هسلم عشان عقيدتي عشان العقيدة بتاعتي العقيدة اللي لا تباع ولا تشتر العقيدة اللي مهما أتعرض لأي ظلم سواء في بلدي أو في أي حد أو أي حد يظلمني ما سيبش عقيدتي أبدا ما سيبش عقيدتي بأي حال من الأحوال لا إله إلا الله دي ما تتسبش لا إله إلا الله دي 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 أغلى عندي من مال الدنيا لو جابوا مال الدنيا كله وحطوه في ناحية وحطوا شهادة التوحيد في ناحية تانية شهادة توحيد تكسب ولذلك احنا بنقول لكم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة حتى لو أنا كمسلم تعرضت للاتهد أو لظلم أو لأي حاجة ما سيبش عقيدتي أبدا ما بيعهاش أبدا ما غيرهاش أبدا أنا ممكن أكون زعلان من مسلم ظلمني من مسلم أكل حقي لكن زنبه إيه الإسلام إن أنا أسيبه أهجر اللي ظلمني أزعل مع اللي زعلني لكن أزعل من عقيدتي أبدا لا إله إلا الله دي أسمن وأغلى حاجة علموا ولادكوا إن عقيدة التوحيد دي لا إله إلا الله سيدنا قال كده عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وبعدين تعالوا هنا لو لحظتوا إن عقيدة التوحيد دي بيلجأ إليها العدو والولي العدو والولي إزاي الكلام ده طب الولي من أولياء الله يلجأ إلى لا إله إلا الله في كل ساعاته في الضيق والرخاء ده معروف لكن العدو يلجأ إزاي أنا أقول لكم فرعون عدو ولا ولي عدو عليه لعنة تقول الآن ربكم الأعلى لما جيه يغرأ لجأ لإيه لجأ للتوحيد حتى إذا أدركه الغرق أو وصل بقى للغرق قال وَأَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَيْلِ بس فرعون كان عنده كبر شديد أوي منعه قبل كده يسأل الناس ويقولهم هو الإله ده اسمه إيه فما كانش يعرف إنه اسمه الله لأنه هو كان بيقولهم أنا الإله أنا ربكم الأعلى سيدنا يونس لما دخل في القرية وبدأ يدعوهم للتوحيد فمحدش استجاب له من أهل القرية فاستعجل وساب القرية ومشي مع إن ربنا ما أزلوش بكده فلما حصل كده وإنتوا عارفين قصة سيدنا يونس وركب المركب وألقي في اليم فالتقمه الحوت وهو مليم إنتوا عارفين قصة دي كويس وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فرعون قال لا إله إلا الذي آمنت به من الإسرائيل وسيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا استجاب لسيدنا يونس وما استجابش الفرعون التوحيد هنا فيه؟ قال لك تعالى فرعون عليه لعنة الله قال كده على سبيل التقليد كان بيقلد بني إسرائيل لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل فرعون قال كده على سبيل أنه عايز يخلص من الورطة اللي هو فيها اللي هي الغرق فرعون قال كده على سبيل الغيبة مش على سبيل الحضور لأن الحضور مش مالي قلبه اليقين يا أولاد ويا أحبابي مش مالي قلبه بالله بخلاف سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فاليقين مالي قلبه قال كده على سبيل الانكسار والتذلل أنه استعجل وخرج من غير ما ربنا يأذله قال كده على سبيل الاعتراف بالذنب وراجع يعتذر لربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجابنا هذا شفت الفرق بالاتنين بعدين تعالوا هنا تتابع كده بين الحين والآخر عقول يا رب هدينا للتوحيد يا رب ما هو أهو أهو في شعب أبي طالب تلت سنين يضيق عليهم ومستحيل يتركوا التوحيد فييجي كده أتعلم 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 اليقين كده في التوحيد وفي الله ربنا بيقول في آية من القرآن عن التوحيد والحيطة عشان نتعلمها صح العقيدة لا تباع ولا تشترى هقول تاني انتوا فهمين أنا أقصد إيه أنا أقصد إنه لو في أي حد زعلني في أي مكان أنا زعلان مع الشخص مش زعلان مع الدين مش زعلان مع العقيدة الدين الإسلام ما حدش يزعل منه ربنا بيقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم دي آية في القرآن يستفد منها إيه تركزوا معاه حلوة أو الحتادي ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا عبادات فرض علينا صيام وصلة وزكا وحج إلى آخر العبادات اللي ربنا فرضها علينا فاستحال إن ربنا يوافقنا في العبادات دي مش هيصوم معانا سبحانه وتعالى مش هيزك معانا مش هيصلي معانا مش هيحج معانا فلما استحال أن يوافقنا في عبادات شرعها لنا فشرع لنا عبارة نشاركه فيها وهي التوحيد لا إله إلا الله فشهد الله قبل أن يشهد له أحد بالوحدانية شهد لنفسه بالوحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو رقم اثنين والملائكة رقم ثلاثة وأولو العلم من أولو العلم؟ العلماء المتخصصين؟ لا كل الموحدين بربنا لو أنت وحدت بربنا فأنت من أول العلم اللي علموا أن التوحيد ده هو أهم حاجة في الدنيا هو اللي هينجيك في يوم القيامة عشان كده ربنا بيقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أدت ثلاثة فربنا يجعلك أنت اللي وحدته ثالث بعده وبعد الملائكة وانت رقم ثلاثة فلما استحال أن يوافقنا في عبادات شرعها لنا شرع لنا عبارة نوافقه فيها فالله شهد لنفسه بالوحدانية ونحن نشهد فنحن نشاركه في أمر تفرد به سبحانه وتعالى المشاركة دي لها معنى حلوة أوي المشاركة دي لها معنى حلوة أوي التوحيد ده هو اللي خلى الناس دي يحسوا قد إيه التوحيد ده غالي ما يتسبش أبدا ما نسيبوش ونروح لحاجة تانية مهما كانت الضغوط حوالينا اللهم اهدنا وثبتنا يا رب على التوحيد وعلى الحق يا رب التوحيد ده يوصلني إن أنا أبوي يبقى إبراهيم قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم التوحيد ده يوصلني إن أمهات المؤمنين أمهات لي قال الله تعالى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم التوحيد ده يخلي سدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لي يوم القيامة فقال في حديثه الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي التوحيد ده يدخلني في أخوة المؤمنين إنما المؤمنون إخوة يا الله سبحانك 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 التوحيد ده هو أغلى حاجة ذا اللي خلى الأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يثبتوا عليه ما يسيبوهش أبدا ثلاث سنين ما يكلوش ما يشربوش مضيق عليهم ما يدخلوهمش من الأكل والشرب إلا القليل ومع ذلك سبتوا على التوحيد في شعب أبي طالب ثم على رأس المئة تلاوم رجال من قريش أنه لا يصح ولا يجوز أن يفعل هذا ببني المطلب وبني هاشم كيف نحاصرهم في شعب أبي طالب كيف نمنع الأكل والشرب والزاد عنهم وعن صبيانهم وعن أطفالهم وأجمعوا على نقض الصحيفة لكن حصل حاجة غريبة جدا لما اكتمعوا وتلاوموا فيما بينهم أرسل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم افتحوا باب الكعبة وأحضروا الصحيفة فستجدوا أن الأرادة حشرة الأرض أن الأرادة أكلت الصحيفة ولم يبق منها إلا عبارة واحدة باسمك اللهم فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته هذه إلى كفار قريش فلما وصلت قالوا فلنفتح باب الكعبة ولنحضر الصحيفة فلما فتحوا باب الكعبة كانت المفاجأة التي زلزلت كيانهم والتي أثبتت لهم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدوا أن الأرادة قد أكلت الصحيفة ولم يتبق منها إلا عبارتين باسمك اللهم كلمتين باسمك اللهم فلما أحضروا الصحيفة ووجدوها قد أكلت وأن الرسول أعلمهم صلى الله عليه وسلم بأنها قد أكلت فبدأوا يتلاوموا فيما بينهم وقاموا بنقض العهد الذي تعاهدوا فيما بينهم عليه وقطع الحصار الذي قد ضرب على المسلمين في شعب أبي طالب وهكذا انتهت المقاطعة وكان خروج المسلمين من الشعب في السنة العاشرة من البعثة المباركة وعلى الرغم من المقاطعة شدة المقاطعة وما أصاب المسلمين من جرائها من معاناة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوقف أبدا عن الدعوة مستحيل يعني هم أصلا عملين الحصار ده على المسلمين في شعب أبي طالب حتى يمنع المسلمين من ممارسة التقوص الدينية وحتى يقوموا بالحد من نشر الإسلام لكن الكارثة التي حلت عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن الدعوة إلى الله أبدا فكان ينتظر الأفواج التي تأتي في كل عام وكان يخرج إليها ويعرض عليهم التوحيد ويعرض عليهم لا إله إلا الله دي أغلى شهادة يا رب دايما يا أخوانا دايما ندعي ربنا اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله دايما كده التوحيد كده ما لقلبي يا رب اجعل من كان آخر وكلامي لا إله إلا الله دخل الجنة والحيد تادي محتاج أن أنا أضحر عضرتكم حد يقول تم إفرد حد أصيب بغيبوبة وقعد فيها أيام أسبوع اثنين عشرة سنة ما هو ما قالش ومات بعد الغيبوبة ما قالش إلا إله إلا الله بإيه الحل نعمة نعمة وقع حديث مشهور لا إله إلا الله على كل من يتصل به اللهم إلا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطلة باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم أرنا الحق يا ربي وثبتنا عليه اللهم ثبتنا يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وعايزكوا لما تشوفوا حد أو يوصلكوا خبر إن حد ترك الإسلام أو غيره تقولوا إحنا في نعمة يا ربي ثبتنا على النعمة اللي إحنا عليها الثبات على الطاعة ده أكبر هدية ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها لنا ولولا أن ثبتناك يا ربي ثبتنا على التوحيد يا ربي الثبات على التوحيد مش شطرة مني ومنكم ده فضل من ربنا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركانوا إليهم سيئا قليلا يبقى تكلمت مع حضرتكم في الدقائق السابقة عن حصار المسلمين في شعب أبي طالب طب إيه اللي بعد كده تعالوا بقى المشاكل تزداد أكتر وأكتر بقى بمين؟ بوفاة أبي طالب مع أنه ما كانش موحد ما كانش إيه؟ ما كانش على التوحيد ييجي أبو طالب وخديجة هم الاثنين رضي الله عنها أرضاه أم المؤمنين السيدة العظيمة الحبيبة الشريفة الطاهرة النقية العظيمة السيدة خديجة رضي الله عنها أرضاه تموت في نفس العام الذي مات فيه أبو طالب فيزداد الإيذاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة كبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يصاب بها بوفاة عمه عبد المطلب وبوفاة زوجته أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وده كان في آخر السنة العاشرة من البعثة بعد أن غادر المسلمون شعب أبي طالب وكان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويأضب له كان حائط صد قوم يمنع أي حد أنه يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء فكان حائط صد في وجه هؤلاء كما كان ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قريش تحترمه يعني تحترم أبو طالب وقد جاء زعماؤها حين حضرته الوفاة فحرضوه على التمسك بدينه وبعدم الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وجاء الرسول وعرض عليه الإسلام بإلحاح طالبا منه أن يقول كلمة التوحيد فيقول له في أدب جمع يا عمي قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله قل لا إله إلا الله أحاج بك أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى يا سبحان الله لكن أصدقاء السوء ظلوا بهذا الرجل بأبي طالب حتى مات على الشرك ولم يسمع لرسول الله وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا حتى أنزل الله عليه في القرآن الكريم قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يا سبحان الله الآية دي افرحوا بيها يا أتباع التوحيد أهو عم النبي أبو طالب كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن النبي كان يقف معه ومع ذلك لم يشرح الله صدره للإسلام يا سبحان الله والله إحنا في نعمة والله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة إنك غضب النبي وحزن النبي جدا لأن عمه أبا طالب لم يدخل في دين التوحيد حزنا شديدا جدا على هذا الأمر فأنزل الله تسلية وتفريجا لحزن رسوله عليه الصلاة والسلام هذه الآية إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ومن تمكن حبه في قلبك ولكن الله يهدي من يشاء أنت تحب عمك وكنت تريد له أن يدخل في دين التوحيد أنت تحبه لأنه دافع عنك أنت تحبه لأنه ناصرك أنت تحبه لأنه كان قد رباك من البداية وكنت في كفالته أنت تحبه برباط الدم الذي بينكما لكنه لم يدخل في التوحيد فحزن النبي أن عمه لم يدخل في التوحيد وحزنا عظيما جدا فأراض الله أن يلقنه هذا الدرس وأن يعلمه هذا الدرس فأنزل في القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يا سبحان الله اللهم إنا نسألك ثباتا على التوحيد ونسألك أن نموت على التوحيد وأن نبعث على التوحيد وأن نحشر تحت لواء التوحيد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لقد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه سندا كبيرا كان يحجزه ويمنع أذى قريش عنه صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب لم يعد بنو هاشم مستعدين لتقديم القدر نفسه من الحماية للرسل لأن الحماية كلها كانت مع أبي طالب لكنه مات في أضرار نفسية ومادية جسيمة هتقع عليهم بعد وفاة هذا الرجل فبموته حيبقى فيه خسارة كبيرة وليس حديث المقاطعة عنه ببعيد خسارة مادية وخسارة معنوية كبيرة جدا طب ده هو أصلا المقاطعة كانت موجودة والرجل ده عايش يعني أبو طالب كان عايش والمقاطعة تمت والخسارة تمت مادية ومعنوية طب كيف بعد وفاته يعني إذا كان أبو طالب أصلا عايش وحصلت المقاطعة وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه في شعب أبي طالب فكيف بقى لما أبو طالب نفسه يموت إلا هو الحائط الصد ده اللي مانع بقاه فبالتالي القبيلة مش حتى ما عندهش تعداد إن هي تخسر أكتر من كده فبالتالي الإذا هيبقى شديد عشان كده العام اللي توفي فيه سيدتنا السيدة خديجة وأبو طالب سمي بعام الحزن أما خديجة رضي الله عنها فقد كانت توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين في عام وفاة أبي طالب في العام العاشر من البعثة كانت خديجة وزيرة صدق الله ما هذا الصدق الذي كانت تتعامل به هذه الشريفة العفيفة النقية الطاهرة يسكن النبي صلى الله عليه وسلم إليها عند الشدائد فكان إذا ضاقت به الأمور يذهب إلى خديجة ليجد المكان الآمن ليعيش في كنفه مستعينا بالله ثم بهذه الشريفة العفيفة الطاهرة النقية العظيمة التي جعلت أرض الإسلام أرضا صالحة لإقامة أعظم العقائد وأشرفها على الإطلاق عقيدة الإسلام كان يسكن النبي صلى الله عليه وسلم إليها عند الشدائد وقد وردت آثار كثيرة تدل على فضائلها ومكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي قد وردت بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين السيدة خديجة وبين السيدة عائشة رضي الله عنها تشير بصراحة إلى حب رسول الله لأم المؤمنين السيدة خديجة وبخوفه عليها ويكفيها فخرا وشرفا أنها كانت أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن ومع ذلك فقد استوعبته وقد وقفت بجواره وقد كانت حياته معها لم ترفع صوتها مرة واحدة ولم يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها أذى قط فلم يتزوج عليها في حياتها صلى الله عليه وسلم ولم يرزق بالولد إلا منها رضي الله عنها وأرضاها وجمعنا بها في أعلى الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذه الآلام توالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام واحد فسمي العام بعام الحزن وهذا من قبيل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ومن ضيق في هذا العام الذي أصيب فيه صلى الله عليه وسلم بما أصيب ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام بهذا الإسم ده العام اللي توفي فيه أبو طالب السيدة خديجة سمي من المؤرخين مش من رسول الله سمي بعام الحزن النبي ما سمهوش خالص بعام الحزن بس المؤرخين كتاب السير وكتاب التاريخ الإسلامي هم من اللي تجاوزا أطلقوا على هذا العام عام الحزن بسبب ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلام عظام بوفاة عمه وبوفاة زوجه السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها ورفع مكانتها في الأولين وفي الآخرين بالتالي الضيقها يشتد وهي ازداد وهيكون عظيم جدا في مكة هاجر منها المسلمون إلى الحبشة وحدث ما حدث لكن هل توقف رسول الله عن الدعوة كما قلت لا لم يتوقف صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله عز وجل في لحظة واحدة بل ظل يدعو ويدعو ويدعو ودعوته صلى الله عليه وسلم كانت صادقة فلما ضيق عليه الخناق في مكة بدأ عليه الصلاة والسلام يبحث عن البدائل ما البديل؟ إنها الطائف بلد قريب من مكة يذهب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام يمارس هوايته ويمارس نشاطه في الدعوة ويعرض نفسه ودعوته على أهل الطائف لكن ماذا حدث؟ هل استجاب أهل الطائف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجيبوا له عليه الصلاة والسلام بل تطورت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه ماذا حدث في رحلة الطائف؟ اشتدت مقاومة قريش للدعوة الإسلامية في مكة المكرمة ونالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة بعد وفاة العم وبعد وفاة الزوجة وقع برسول الله من الأذى ما لم تكن تناله قريش من رسول الله حال حياة العم والزوجة فخرج إلى الطائف يدعو الناس حتى يبحث عن مركز جديد للدعوة الإسلامية فلما ذهب هناك أراد أن يلتمس منهم النصرة أراد أن يلتمس منهم المنعة صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقبلوا منه دحوته لكن ثقيف قبيلة ثقيف في الطائف لم تستجب له صلى الله عليه وسلم وليتهم لم يستجيبوا وفقط بل على العكس رفضوا دعوته وقاموا بتوجيه الصبيان والخدم والعبيد بضربه صلى الله عليه وسلم بالحجارة وكان هذا الموقف من أشد المواقف على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يتوقع من هؤلاء أن يفعلوا به ما فعلوا فبدل أن يحفظوا أمر رسول الله فيما بينهم بقبوله أو برفضه وبالكف عنه إلا أنهم رفضوا وقاموا بإغراء العبيد والصبيان حتى يقوموا بإلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة عقابا منهم لرسول الله أنه فكر في أن يأخذ هذا المكان مركزا للدعوة إلى الله ثقيفا لم تستجب له وأغرى زعماء وأشرافها صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم يسبونه ويصيحون به واجتمع عليه الناس ورشقوه بالحجارة وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة ورجع عنه سفهاء ثقيف فعمد إلى ظل في هذا البستان تحت شجرة من أشجار العنب فجلس فيه تذكر كتب السيرة أنه لم اطمأن أن أهل الطائف رجعوا وتركوه اطمأن أنهم توقفوا عن سبه وعن الصياح به وأنهم لم يعودوا يوجه إليه الحجارة ظل يجتهد في الدعاء ويلجأ إلى رب الأرض والسماء فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي امتلأت له الأركان وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العدب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والذي توجه به إلى الله حينما قوبلا بما قوبلا به من ثقيف في الطائف لجأ إلى الله سبحانه وتعالى معلنا خضوعه ورجوعه ومعلنا يقينه في الله ومعلنا أنه لن يكف عن دعوات التوحيد ما دام على قيد الحياة على قيد الحياة وما دام بأن الله سبحانه وتعالى أمد في عمره فلن يتوقف عن الدعوة بل إنه يخشى من غضب الله عليه ربما قصر في أمر من الأمور وحاشاه صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يقصر فإنه لم يفعل هذا قط ولكن حدث هذا من أجل أن نتعلم هذه الدروس في حياتنا من أجل أن يزداد اليقين في الله ربنا سبحانه وتعالى من أجل أن نتوكل على الله وأن نعتمد عليه وأن نتعلم الدروس التي من خلالها نعيش في رحاب رضا الله سبحانه وتعالى مستعينين به متغلبين به سبحانه وتعالى على ما يواجهنا من الأنكاد والمشاكل والهموم وعلى ما يكون من أمر لا نستطيع أن نتحمله فلنستعم بالله سبحانه وتعالى كما فعل صلى الله عليه وسلم وفي طريق عودته من الطائف وعند حائط ابني ربيعة التقى بعداس النصراني فأسلم عداس حين رآه عداس حن إليه صلى الله عليه وسلم عداس يرى رسول الله وقد أصيب بما أصيب به من اضطهاد ومن صياح من هؤلاء السفهاء ومن إلقاء الحجارة فأدموا عقبه صلى الله عليه وسلم فأخذ قطفا من العنب وقدمه لرسول الله فلما قرب العنب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله فقال عداس ما هذه العبارة التي لا أسمعها من أحد هنا فقال له رسول الله هذه لا بد أن تقال عند الطعام وإني أقولها فقال من أين تعلمت هذه العبارة فقال له أنا رسول فقال أنت رسول أنت كيونس بن متى قال نعم وما أدراك به قال فإني من بلده قال فإني رسول الله إلى هؤلاء ولكنهم عصوا فقال عداس أما أنا فأنا أطيعك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله في وسط هذا الركام العظيم وفي وسط هذا الضيق الشديد يأتي الفرج هذه الرسالة التي تعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها للناس رفضوها لكن مع رفض هؤلاء يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداسا قد قبلها وكأنها كانت لمسة من الحنان ومن الحب ولمسة من الثبات على قلب رسول الله حتى يتأكد أنه على الطريق الصحيح وأنه مهما رفض من هؤلاء فسيقيد الله له من يكون بجواره ومن يقبل دعوة التوحيد عند هذه النقطة أتوقف على أن أستكمل الحوار مع حضراتكم بعد رحلة الطائف في حلقاتنا القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته